السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميه الأعزاء إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتعرف على اسم الآلة فاسم الآلة فهو اسم يدل على الأداة التي كان بها الفعل مثال غسلت الأم الملابس في الغسالة يعني هنا عندنا الفعل والآلة التي استعملت لإنجاز هذا الفعل هي الغسالة غسلت الأم الملابس في الغسالة إذن الغسالة هو اسم الآلة لكي نفهم أكثر سوف ننتقل إلى الدرس إذن عندنا اسم الآلة عندنا الجدول ثم هذه الأسماء عندنا مجهر ومجرفة مذيع غسالة سوف نبحث عن أوزان هذه الكلمات وأفعالها ونوع الفعل إذن سوف نبدأ إن شاء الله بالإسم الأول وهو مجرفة وزنه مفعالة وفعله جرفة جرفة يجرفة فهو فعل ثلاثي متصرف فعل ثلاثي متصرف وأيضا نوعه فهو فعل متعدي مثلا جرفة الجرفة مثلا جرفة الجرفة أو المجرفة مثلا الترابة أو الحجارة يعني يتعد الفاعلة إلى المفعول به مذيع وزنه مفعال فعله ثلاثي أيضا ثلاثي متعدي متصرف الإسم الثالث غسالة وزنها مفعالة الفعل هو غسالة نوع الفعل ثلاثي أيضا متعدي ومتصرف غسالة يغسل ويغسل متصرف نقصد بها يعني يتصرف في الأزمين الثلاثة الموضي والمضارع والأمر إذن نستنتج أن اسم الآلة يصاغ للدلالة على أداة يعني آلة أداة يكون بها الفعل وأوزانه هي أوزان معروفة مفعال مفعال مفعالة مثلا نجرة منجرة نأتي الآن إلى أطبق عندنا جملة تضمن أسماء آلة جملة الأولى عندنا المنظار على وزن مفعال فهو فعل ثلاثي مجرد نظارا فعل ثلاثي مجرد المكنسة على وزن مفعالة أيضا فعل ثلاثي مجرد ثم عندنا المقص على وزن مفعال مقص على وزن مفعال أيضا فعل ثلاثي مجرد وهو قصة نأتي إلى الجدول عندنا أسماء آلة سوف نبحث عن أوزانها وفعلها ونوع الفعل عندنا مقبس مقبس فوزنه مفعال فعله قبس نوع الفعل أيضا ثلاثي مجرد ومتعدي محفظة على وزن مفعالة الفعله حفظة أفوان حفظة أيضا ثلاثي مجرد ومتعدي منفاخ وزنه مفعال فعله نفخ أيضا ثلاثي مجرد ومزيد وبالتوفيق للجميع إن شاء الله ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وشكرا جزيلا لكم